السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصفحة رقم 65 الأهمية الاقتصادية للاكثار الخضري أولاً انتاج النباتات ذات الصفات المرغوبة يعني أنا بكثر في العدد ثانياً معالجة المشكلات اللي ممكن أن تصيب بعض أنواع البذور وخاصة إذا الخفضت درجة الحرارة ثالثاً انتاج نباتات سليمة 100% لأنك إنتجبت أو استطاعت أن تقطع جزء من النبات الأوم السليم وبالتالي ما بينتقل معه أي مرض رابعاً زيادة كمية الانتاج بكمية كبيرة بالنسبة لي الربط بعلم والتفنولوجيا النباتات الحيوية بتلاحظ أنه أنا بستطيع أن أعدل جينياً النباتات كيف بدخل الجينات الجديدة على DNA تبع النبات وبستخدم طريقة تكثير النباتات المعدلة جينياً باستخدام الزراعة النسيجية يعني باستخدام الأنبوبة تبع الاختبار اللي فيها الوسط الغذائي المعزز بوجود الهرمونات وبهيك حالة أنا بستطيع أن إنتج نباتات جديدة معدلة جينياً ووزأها على الأخوة المزارعين انتهى الدارس في الصفحة رقم 65 يعطيكم العافية اشتركوا في القناة